سلام عليكم وإهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات 5 اقتصاد صفقة مهمة ومشروع جزائري ضخمة على وشك أن تكتسح به الجزائر السوق الأهم في العالم أوروبا كمان الجزائر هتغير بالمشروع ده شكل المنافسة في سوق الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الجزائر اللي كانت بتعاني اقتصاديا أصبحت هي السوق الأوفر حظا وضمن 10 اقتصاديات نشطة ومرشحة للنمو في 2023 حسب آخر تأريل لسندوق النهد الدول إلى أن الصفقة دي بشكلها الحالي تصنف أزمة أو ورطة هتضر بها اقتصادها وهتضر جرانها وعلى رأسهم مصر مؤخرا مصر تدخلت في الصفقة إيه بقى هي الصفقة؟ وهل بشكلها الحالي هتفيد الجزائر ولا هتضرها؟ وإزاي الصفقة دي هتضر جران الجزائر؟ وإزاي مصر تدخلت؟ وهل للمغرب علاقة بالصفقة دي؟ هو ده اللي هنحكي فيه مع بعض النهاردة في حلقة من حلقات المعلومة حضر بها اتنين شاي خمسينة ويلا بنا نعرف القصة وما فيها والأوضاع رايحة على فين الفترة الجاية في سوء الطاقة أنا محمد أبو عصي ودي خمسينة اقتصاد خلينا نبدأ حلقة النهاردة من الآخر لازم تعرف ان اقتصاد الجزائر اقتصاد ريعي أو كان ريعي هو دلوقتي بيسعى انه يتحول لاقتصاد صناعي استثماري كلمة ريعي هنا معناها انه قايم على التجارة أكتر من التصنير وعايش على عائدات بيع الصروات وموارد الدولة الخامة زي تصدير الغاز والنفط وخام الحديد وغيره وفعلا الجزائر كانت ومزلت بتعتمد بشكل أساسي على عائدات بيع الغاز والنفط وغيره من الصروات المعدنية النفط أو قطاع المحروقات يعتبر الأساس اللي بتقوم عليه صد الجزائر حوالي 60% من الميزانية العامة نفط و30% من الناتج الإجمالي نفط و95% من إجمال الصادرات نفط ومحروقات ركز في الارقام دي شانان عوزها دلوقتي وفعلا الجزائر ضمن أهم 20 دولة على مستوى العالم من حس احتياطية النفط في المرتبة الثالثة على مستوى قارة إفريقيا بعد ليبيا ونجيريا وفي المرتبة الستاشر عالمية باحتياط نفطي بيوصل لـ 12 مليار برميدة صدوق النقد العربي بتقرير لي عن احتياط الغاز اللي بتمتلكه الجزائر كشف أنه في المرتبة الرابعة عربيا بعد قطر والسعودية والإمارات باحتياط غاز 4.5 مليار متر مكعب فطبيعي يكون اعتماد الجزائر أكتر على عائدات صدرتها من النفط والغاز الطبيعي هنكمل كلام عن الاقتصاد الجزائري وخطة الجزائر في التحول للتصنيع والتقرير المفاجأ من صدوق النقد الدولي واللي رفضته الجزائر كمناتا وتفصيلا بس الأول هنقول تفاصيل الصفقة اللي احنا جايين نتكلم عنها الجزائر وقعت في شهر يوليو 2022 مع إيطاليا 14 اتفاعيات ركز بقى في الاتفاعيات دي لأنها تخص قطاعات الطاقة والتنقيب عن الغاز والنفط وكمان الصروات المعدنية بالإضافة لإنشاء مدينة للتكنولوجيا وصناعاتها ومدينة تانية لصناعات البيترو كيمويات والأسمدة الجزائر من اللاعبين الرئيسيين في صناعة الأسمدة وصناعة البيترو كيمويات من ضمن الاتفاعيات اللي 14 كان فيه مذكرة تفاهم اللي هي بالبلد مفاوضات لحين تنفيذ مشروع معين أول الطرفين ما بيوصلوا لبنود التعاقد بيتم ترقيد مذكرة التفاهم دي لتعاقد ما بين البلدين وده اللي حصل فعلا إيطاليا بقى واحدة من الدول اللي تمتلغ غبرات في مجال الطاقة وعندها شركات ضخمة وكمان صناعات الطاقة والتقيب عنها وتسواف زي الأملاق العالمي إين الإيطالية والصراحة إيطاليا بتستعده عشان تستعيد دورها الاقتصاد الريادي وتخرج من عباية الاتحاد الأوروبي أو بتفتح أسواق خاصة بها وده مشروع في الاتصاد ده جيل النهاية هتنهي تعاقدات استيراد الغاز من روسيا بتستورد 50% من احتياجاتها من روسيا كما بتتحول وعشان تكون أكبر مورد للغاز لأوروبا وأقرب سوء لإيطاليا هو الجزائر وهنا اختارت الجزائر لتنفيذ مشروع ضخم يوفر لها احتياجاتها من الغاز الطبيعي بعد قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا من وقت للتالي بالإضافة لإيطاليا بتلعب استثمار وعادة استفيز اقتصادية من الأزمة الحصلة ومن هنا كان الاتفاق مع الجزائر على تنفيذ خطوط الغاز الطبيعي اللي بيتمي مدها من الجزائر لأوروبا عبر إيطاليا كمان أسبانيا وإنها تكون المشغل أو بمعنى صحة إيطاليا تكون المشغل بالشراكة مع الجزائر للخطوط دي وطبعا المد لأسبانيا لإن أسبانيا قبدت اهتمامها بالصفقة دي وعرضت تعاقدات ضخمة فالجزائر قبد التجاوب وهنا إيطاليا قالت همد لأسبانيا وبرده تحت إشرافي خد بالك لو أنت قاري الملف كويس وتحركات دول جنوب أوروبا هتلاقي إن فرنسا بدأت رحلة تقارب مع الجزائر طبعا في تمديد إمداداتها من الغاز الطبيعي وبتدرس إنها كمان تمدي أمبوب أو خط للغاز للجزائر حجم الاستثمارات اللي هتندخي في الخطوط الثلاثة حسب التقديرات الأولية من 6 إلى 8 مليار دولار بشكل مبدعي الأهم من الصفقة كوالسها وتوقيتها زي ما أنت متابع إيطاليا عايز تكون مصدر للغاز الطبيعي لأوروبا كلها توقيت الصفقة جاي وفي وقت بتعاني فيه جزائر زيها زي أي دولة من نقص التمويل اللي هو الدولار العملة الصعبة يعني وعندها عجزة مواردها وكل مشاريعها مهددة بالتوقف بسبب نقص التمويل يعني مشروع التحول باقتصادها للصناعة اللي بدأته من سنتين واللي هتتكلم عنه ونتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي مهددة بالتوقف بسبب نقص الدولار وطبعا هي رفضة تقترض لإن لها تجربة سيئة جدا مع الاقتراض هنحكيها لو أسعفنا الوقت تغير إنها بتعاني من التضخم والروتين وأزمات إدارية حالها حال كل الاقتصاديات النمي هنا تدخرت إيطاليا وعرضت الصفقة بس الصفقة كانت بشروط قصية وللأسف الجزائر شبه تجاوبت معها خد بالك إن امدادات الغاز الجزائري لرومع توصل لـ 28 مليار متر مكعب بحلول 2024 دلوقتي هي 25 مليار متر مكعب غاز وفيه اتجاه لزيادة قدرات الضغط الجزائر عشان تتفوق على منافسيها مصر وقطر ودول الخليج المصدرة للغاز عملت حكتين وفقت على مد خطوط الغاز لأن دول مش خط واحد ده كل خط عبارة عن شبكة مرتبطة بمجموعة خطوط فهي وفقت على مد الخطوط وهنا الغاز هيوصل لأوروبا عبر إيطاليا في سورة خاصة طبيعية اللي هي السورة الغازية وهنا سعره بيبقى رخيص وأقل تكلفة غير لما يوصل المسال زي ما مصر والخليج بيبيعود الوقت فالمسال بتكون تكلفته أعلى وسعره أعلى وبيحتاج محطات إسالة وفك إسالة مقارنة بالغازي اللي بيفتح المحبس بيشتغل على طول النقطة الثانية مصر والخليج ومعظم دول العالم بيبيع الغاز بتعاقدات طويلة الأجل لكن تغيرات السعر بتكون شهرية ممكن يوميا يعني مش بيكون في سعر محدد في العقد لكن فيها أن بتشترط أن السعر بيكون أقل من السعر العالمي 1% أو 2% على أساس شهري باعتبار أنه بيشتري منك لفترات طويلة لكن اللي الجزائر عملته غير كده خالص الجزائر قدت حوافز على شراء الغاز منها أنها تثبت تمنه لفترات بتتراوح ما بين 6 شهور وسنة بسعر أقل من السعر المتدول بها عالميا 10% وده يحرق سوى الغاز ويدر بالأسوأ المحيطة خاصة وأنها كده بتقل المكسبة مصر ادخلت لأن مصر بتنفذ خط غاز لليونان وبيمتد لأوروبا مصر بتنفذ مع الجزائر مشروعات اقتصادية وفي صفقة اقتصادية تقيلة والتعاون في كذا مشروع بين مصر والجزائر أهم هو مشروع الربط الكهربائي لأن مصر بتدرس مد خطوط الكهرباء بطاقات ضخمة للجزائر وتصدير أو شراء أيهما أقرب فائد الكهرباء لي أو من الجزائر وتصدروا من مصر للأوروبا عبر خط الربط المصري اللي هيبتتح السنة دي 2023 بتمصر وليونان الجزائر بتنتج من الكهرباء 25 جيجاوات بتستهلك منها البلاد 17 جيجاوات في أوقات زروط الطلب بتبقى أو بيتفضل عندهم أو بيبقى عندهم 8 جيجاوات وحتى إيطاليا بتتفاوض دلوقتي على مد خط النقل الهيدروجين لإيطاليا وكمان الكهرباء الجزائرية لإيطاليا فالموضوع تنافس بين مصر وإيطاليا هنا مصر تدخلت بحسب مصادرنا ودي المعلومة الوحيدة اللي جديدة معنا في الحلقة وبتتفاوض مع الجزائر لضم الجزائر لمنتدى دول غاز شرق المتواصل وتم توسيع إطار المنظمة عشان تشمل الجزائر باعتبارها جزائر رقم مهم في معادلة إنتاج الغاز الجزائر أصلا بقى لفترة كبيرة بتقنع النيجر بالاستفادة من خط غاز بيوصل بين ناجيريا والجزائر عبر النيجر وطبعا منها الأوروبة كمان لإن حسب مصاق منتدى شرق المتوسط فهو بيحدد آليات البيع والتسعير في سور غاز بما يدعم مكاسب الدول أعضاء المنتدى ويضمن عدم وجود تضارف فيما بينهم سواء في السعر أو حتى المصالح قبل ما سيب النقطة دي حي سأقولك أن إيطاليا والجزائر وقعوا اتفاقية بناء خط أنابيب غاز جديد يمكنه نقل الهيدروجين اتفاقية اتفاق نواية يعني مش نهاية الخط ده خط أنابيب غاز اسمه كالسي على طول قاع البحر الأبيض المتوسط بيوصل للسيردينيا طول القسم البحر 284 كيلو متر وبعمق أقصى 2880 كيلو متر ضخم ومكلف جدا مش كده وبس ده هيتم بناء خط أنابيب غاز آخر من سيردينيا واللي هين الغاز لسحل شبي جزيرة أبنينين في توسكاني بومبينو خط الانتاج ده هيسمح لإيطاليا بتوزيح موارد الطاقة على أوروبا بأكمله كمان المشروع الجديد هيسمح بنقل الأمونيا والكارابة مش الغاز والهيدروجين الأخضر بس عموما المفاوضات شغلة بين مصر والجزائر على ربط كهربائي والدخول ضمن حلف ومنتدى غاز المتوسط بالإضافة للتعاون الاقتصادي بين البلدين للاستفادة من حجمه وحوافز استثمارية ضخمة أعلنتها الجزائر مع بداية 2022 الجزائر بتنفذ مشروع استثماري وصناعي ضخم غرضه التحول بالجزائر من الاقتصاد الريعي القايم على عائدات النفط والغاز دمشروع صناعي يزود عائدات الصناعة والاستثمار وزيادة الصدرات وتأليل الوردات بالإضافة لإنشاء شركات عملاقة في كل القطاعات لتصحيح مصاري السوق ويكون زراع استثماري للحكومة هناك على وزن عملاقة الطاقة الجزائري صناع ترك الجزائر متفاوقة في إنتاج الطاقة بتتوسع في إنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية وكمان إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضرة وكمان الزرع وهتكون رقم مهم جدا في سوء الطاقة النظيف لو تمسكت بمشروع وهي عندها الأليات وعندها القدرة تتمسك بمشروع سنتقل إنها دي الدولي توقع إن اقتصاد الجزائر هيكون واحد ضمن اقتصاديات الأنشط في 2023 وهو نفس التأريب الصدر عن البنك الدول وده لإن الجزائر بتحرر قطاع الخاص من قيوده وبتقلل الوالدات وتفرض عليها قيود وكمان بتزود الصدرات وبتدي عفاءات ضربية وجمركية ما كانتش موجودة بالقدر الكافي قبل كده كمان الجزائر بتتخلص من اقتصادها الريع وبتتحول للتصنيع الجزائر حقاية نمو يتخطى 3.5% وازيادة في معدلات الاستثمار الأجنبي بتتراوح ما بين 19-22 مليار دولار من وقت ما بدأت تفعيل خطة تعظيم إرادتها من التصنيع هنا صندوق النقد الدولي وجه للجزائر لو عايزة ترفع معدلات النمو وازيادة الاستثمار الأجنبي تتحرر العملة بشكل نهاية الدولار الأمريكي بيساوي 136.5 دينار جزائري الجزائر بتستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4-1 من 10% في 2023 هنا البنك المركز الجزائري بدون نقاش رفض التحرير خاصة وإنه فيه مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم اللي بتتراوح أصلا ما بين 4.5% لـ 5.5% الجزائر بتطرح في 2023 أطخم وازنة في تاريخها منذ استقلالها بحواري 98.5 مليار دولار بزيادة 24.5 مليار دولار عن 2022 عدد سكان الجزائر 44 مليون نسمة وفق البنك الدولي في أن إجمال الناتج المحلي وصل سنة 2020 145 مليار دولار ضيف عليهم 54 مليار دولار زيادة في 2022 أهم صدراتها الطاقة والحديد والأسمنت والأسمنت والبيترو كيموية والصناعات الغذائية والصناعات الأقمشة متفوقة في اخطاعات صناعة الهيدروكربونات والصناعات التعتنية متواجدين في صناعات كماليات السيارات وصناعات تجميع السيارات والأخشاب والطائرات بشكل نسبي بس بشكل كله صناعة السفن وكمان الأدوية ومنتجات التو الجزائر عند ضحطيات ضخمة من الصروات المعدنية لكن مش قادرة تستغلها بسبب ضعف البنية التحتية زي غارج بيلات اللي تكلمنا عنه هنا كمان هي في أزمات سياسية مع جارتها المغرب هي في حال التنازع مستمر بعض المحللين بيأكد أن المغرب والجزائر لو أسقطوا الخلافات ما بينهم أو نحوها جانبا وتعاونوا هيكون قوة صناعية لا يستهان بها خاصة وأن المغرب واحد من النمور الصناعية بس عندها أزمة في الطاقة بتستوردها في فطورة ضخمة جدا فلو أمكن توصيل خطوط غاز للمغرب من الجزائر وقتها الآلة الصناعية لن تتوقف ده العكس هستاعد الجزائر أنها تشغل آلاتها الصناعية بالخبرات المغربية خد برك أن في بعض القراءات بتأكد أن المغرب اللي تستورد الغاز والنفط من أسبانيا وإيطاليا وغيرها هتستورد الغاز الجزائري منهم من الدول الأجنبية دي فالمغرب أزمتها طاقة والجزائر أزمتها استغلال موارد السؤال بقى هنا هل ممكن يطلقوا؟ ده سؤال محتاج إجابته منكم أموما القصة لسه في أولا وإحنا نطبعين تحركات الجزائر في ملف الطاقة كنمر جديد بيتوسع في الملف ده ولنا حلقة هنتكلم فيها بالتفصيل عن اقتصاد الجزائر إحنا ركزنا المرة دي على نقطة واحدة بس وهي جزئية تعاقدات الطاقة وتوسعات الجزائر في الملف ده لحد هنا أنا كلامي خلص وفي النهاية مستنين رأيكم في الحلقة وكمان أسئلتكم استفسرتكم أتشاركم منتبعتكم على قناة 50 اقتصاد على فيسبوك واليوتيوب وصفحاتنا على السوشيال ميديا ولعبادكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وكمان ما تنسوش تحكوا لصحابكم عندنا شكرا لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة